من جهة أخرى قال رئيس تحالف خدمات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قال إن قانون الانتخابات الحالي لن يعدل واعتبر الحديث عن تعديل القانون بأنه محاولة لاستهداف رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني لافتاً إلى أن تجربة انتخابات عام 2023 كانت ناجحة واستبعد الأسدي إجراء انتخابات مبكرة في العراق فيما بينا عدم تلقي تحالف نبني أي رسالة بدخول التيار الصدري في الانتخابات المقبلة وأضاف أن قرار عودة الصدريين بيد زعيمهم فقط وأن الإطار التنسيقي يرغب بعودتهم للعملية السياسية